ورنا بجديد الوضعية الجوية ما حاسبك روش ألا بك حاسبة أهلا صباح الخير زهور صباح الخير مشاهدين نتوقع بحول الله من أمسية اليوم إلى غاية يوم الجمعة إن شاء الله دخول اضطراب جوية حيث يكون نشيط الفعالية محمل بأمطار جد غزيرة وكذلك الثلوج إن شاء الله هي الأخرى تكون حاضرة على المرتفعات التي تروح علوها ما بين حوالي ألف إلى سبعمائة متر إن شاء الله ونشوفوا التفاصيل مع بعض نبدأ بالتنبيه الذي أصدرته صباحة اليوم صالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلاله على تساقط أمطار رعدية غزيرة بكمية تصل أو تتعدل 40 مم محلين وهذا بداية من منتصف الليل لتستمر إن شاء الله الأمطار في التساقط إلى غاية صباحة يوم غد الخميس بحول الله الولايات المعنية كل من ولاية شلف مستغان معين تيمو شينت لمسان وولاية وهران شاء الله يا رب تكون أمطار خير الآن فيما يخص خلال تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غد الخميس إلى غاية يوم السبت إن شاء الله مشاهدين اللحظوا صباحة يوم غد تبدأ الأمطار إن شاء الله في التساقط على كل من وهران مستغان مشلف كذلك الجزائر العاصمة حتى على تيبازا وكذلك سيدي بالعباس ومعسكر إن شاء الله خلال الظاهرة لأمطار حتكون أكثر غزرة مقارنة بصبيحة وتلتحق أكثر فأكثر إلى المناطق الوسطى للبلاد بالإضافة إلى ذلك إن شاء الله أثناء تكون حاضرة على مرتفعات تيليمسان كما نلاحظ في الصورة يعني لون أخضر لأمطار حتكون غزيرة طيلة يوم غد الخميس إن شاء الله عبر مختلف المناطق الشمالية للبلاد بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله نلاحظوا الأمطار رح تكون يعني في الجهة الوسطى والشرقية للبلاد تكون أمطار كذلك معتبرة الكمية ما بين حوالي 40 حتى 60 مليا متر إن شاء الله مرتقبة طيلة فترة التساقط يعني من صباحات الخميس إلى غاية أمسية يوم الجمعة بالنسبة للثلوج في بداية الأمر حيكون التساقط على المرتفعات التي يصل علوها حوالي ألف متر لكن إن شاء الله خاصة يوم الجمعة سينزل مستوى التساقط إلى غاية 700 متر عبر كل المرتفعات البليدة المدية كذلك البويرة تيزيوزو بجايا قسنطينا نلاحظوا سطيف برج باريج كذلك باتنا سوق هراس يعني على مجمل المناطق الداخلية للبلاد وهذا كذلك يوم الجمعة بالنسبة ليوم السبت بحول الله يعود يرجع الاستقرار والصفاء من جديد إن شاء الله يعني طرح تكون غائبة إن شاء الله يوم السبت المقبل بحول الله وبالنسبة للكتل الهوية ودرجات الحرارة المرتقبة خلال الساعات المقبلة خاصة مع دخول منخفض للضغط الجوي ويكون أقول مصحوب كتلة هوائية باردة رح يعمل على خفض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها خاصة مع تساقط الكثيف أقول لتلوج شهدناه خلال الأسبوع يعني هذا الأسبوع إن شاء الله معنا نهاية الأسبوع يكون كذلك التساقط كثيف وعليه فإن الأجواء ستكون أكثر برودة وسنسجل ما بين 6 درجات تحت الصف وهذا على أغلب المناطق الداخلية نلاحظه في أسرع يعني لون أبيض ويميز جل المناطق الداخلية بالنسبة للمدن الساحلية للبلاد كذلك أجواء باردة ستراوح ما بين 0 درجة إلى غاية درجتين فقط إن شاء الله الهواء البارد سيكون لديه تأثير كذلك على شمال السحرة منطقة بشار المنيعة حتى على ورقلة توقر تولاد جلال بسكرا والوادي وعليه سنسجل كذلك ما بين درجتين إلى غاية أربع درجات وهذا كأدنى مقياس بالجنوب الجزائري وأعلى مقياس خلال فترة الصابحة والأمسية سيلامس ساعة بت حوالي 12 درجة فقط بالنسبة لظهيرة الخامس إلى غاية يوم السبب أجواء كذلك ستكون جد فاردة وعليه سنسجل إن شاء الله ما بين حوالي 6 درجات وهو كأدنى مقياس على أغلب المناطق الداخلية للبلاد ليحتعرف تساقط الثلوج وأعلى مقياس خلال الظهيرة إن شاء الله سيلامس عتبت 15 درجة خاصة على بعض المناطق السحلية للبلاد الجنوب الجزائي كذلك خلال الظهيرة يبقى دائما متأثر بالهواء البارد القطبي وعليه خلال الظهيرة سنسجل بين 12 درجة إلى غاية 25 درجة وهو كأعلى مقياس مرتقب على مدينة إنكزام وبرجباجي مختار بالنسبة لحالة البحر مشاهدين خلال الساعات المقبلة بداية من يوم الخامس وإلى غاية يوم السبت وكذلك يتأثر بالوضعية الجوية والإضطراب الجوي وستكون هناك رياح جد قوية ستشتاح خاصا السواحل الغربية والوسطى لحظة لو أخضر ويخص السواحل الغربية والوسطى وعليه فإن الرياح يرتقى بأن تصل سرعتها أو تتعدى 60 إلى 70 كم في الساعة مع اتجاه الموجة ستكون من غربية إلى شمالية غربية كذلك يوم الجمعة اللحظة يعني على طول الشريط الساحلي كذلك السواحل الغربية تلحق الرياح القوية إن شاء الله تكون رياح شمالية تماما خاصة يوم الجمعة وعلو الأمواج يصل إلى غاية ما بين 4 إلى 6 أمتار إن شاء الله بالنسبة لأمسية يوم الجمعة اللحظة اللون برتقالي وأصفر يعني علول أمواج إن شاء الله خاصة على سواحل تزوز وصول غاية سواحل القالة فإن علول الأمواج سيتروح بين 6 أمتار إلى غاية حوالي 8 أمتار إن شاء الله مرتقبة على سواحل الشرقية وهذا مساء يوم الجمعة المقبل يعني البحر سيكون شديد الهياجل على طول الشرط الصحي بداية من يوم الخميس إلى غاية مساء يوم الجمعة إن شاء الله بالنسبة لخلط الضغط الجوي أو توقعات الطويلة المدى بداية من يوم الخميس وإلى غاية يوم السبت 11 من شهر ديسمبر إن شاء الله مشاهدين نلاحظ إن شاء الله مثل ما ست في الذكر يوم الخميس وحتى يوم الجمعة أمطار غزيرة ثلوج كثيفة إن شاء الله مرتقبة على أغلب المناطق الشمالية للبلاد وأجواء جد باردة تميز أغلب المدن الشمالية لكن يوم السبت رح يدخل مرتفع للضغط الجوية نلاحظ فيه لون أحمر من الجهة الغربية ثم ينتقل المناطق الوسطى والشرقية وعليه في الأجواء إن شاء الله ستكون مستقرة يوم الأحد إن شاء الله كذلك يوم الاثنين بحول الله نعاود إدخل إضطراب جوبي من آخر من نوعي أقول حيكون محمل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة إن شاء الله تخص هذه المرة الجهة الشرقية والوسطى للبلاد بحول الله بداية من يوم الاثنين المقبل يعني نحيش فترة أمطار غزيرة ثلوج كثيفة يومي الخميس والجمعة استقرار يوم السبت والأحد لتعود الأمطار من جديد إن شاء الله بداية من يوم الاثنين لتستمر طيلة الأسبوع المقبل بحول الله إن شاء الله يارب تكون أمطار وثلوج خير بحول الله بهذه التوقع تصل لطي ورقة حوال التقس نعود الآن إلى زهور الاستكمال بقية الأخبار شكرا لك حسب على هذه الورقة الجوية للمزيد من المعلومات يرجى تواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختار منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى تواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختار منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى تواصل معنا اشتركوا في القناة